مين مسؤول عن تغطية الكيميات النقصة من الرز؟ قطاع حكومي ولا قطاع حص؟ الرز حضرتك كان موجود داخل البلد وكان متوفر جدا جدا بعد التصريح الرز اختفى لعالم تصورت اللي الدنيا خلاص انتهت في الرز وده اللي عنده رز واللي ما عندوش رز أو المستهلك تصور اللي معادش عيشوف الرز المصري وحصل تصارع بقول لحضرتك احنا باعنا ما يكفي لمدة ستة شهر باعناهم في شهر واحد عشان كده الرز ارتفع الشعير من 4000 جنيه وصل 6000 جنيه وقلنا للناس كتير الرز موجود والرز حيتخفض ولذلك بعد ما الناس شابعت رز وكلهم بسط حضرتك الرز نزل تاني ل4500 و4600 جنيه حيتكرر نفس القصة السنة دي حتتكرر لا يا رجع الناس حتتصور ان ما فيش رز والناس حتتصور ان الدنيا ما عندناش رز احنا عندنا رز يكفينا لاكتوبر 2019 نفس الحصل السنة اللي فاتت مش عاوزينه يتكرر وعشان كده انا بناشد وزارة التموين والدكتور علي يعني رأي المتفاهم جدا 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 وبزلل لنا جميع العقبات بقول له يا دكتور سرع لنا باسترات كتبية مخزون استراتيجي وليكن المليون طن اللي اتفقتوا عليه ولو ما وفقتوش فيه رز في دول العالم كتير جدا جميع دول شرق اسيا بتتمنى ان احنا بتعرض علينا رز فيه رز من فيتنام؟ فيه رز فيتنام وفيه رز في الصين وفيه رز في روسيا وفيه رز في التلبين وفيه رز في بورما وفي رز في تايلانج بتتصرفوا كما نحرك بها ذكرت الشائعات مع الشائعات الخاصة بالرز اللي من الصين تحديدا مثلا يعني ده يعني حركة تقولينا واحدة من الدول أقرب رز للرز المصري العريض الحبة اللي احنا كلنا بنحبه هو رز الصين شكرا